وكالة نوفا الإيطالية أعلنت خبر صور خبر مهم جداً قالوا إن احنا شركة فاروس اللي هي مقرها بريطانيا أعلنت عن كشف بترولي جديد في مصر فين؟ في منطقة أبرواش منطقة أبرواش لقوا فيها كشف بترولي ضخم جداً بيصل إلى 4 مليون و300 ألف برميل محتمل وكمان حوالي 430 ألف برميل في منطقة البحرية العليا في منطقة امتياز الفيوم يبقى النهاردة فيه إعلان عن وجود احتياطي بترولي يصل إلى حوالي 5 مليون برميل في منطقتين أبرواش ومنطقة الفيوم وفقاً لما ذكرته وكالة نوفا الإيطالية وده خبر كويس جداً يعني البشاير والمؤشرات يعني إن شاء الله تكون بإذن الله أخي لو يا جماعة عندكم خريطة للموقع آي الخريطة قدام حضراتكم ده المكانين اللي فيهم الكشف دي الخريطة اللي نشروها على في الفيوم قدام حضراتكم أهو ومنطقة أبرواش دول المنطقتين اللي فيهم الكشفين عن البترولي يعني إحنا بس مش بنعمل تنقيب عن الغاز وفي البحر المتوسط البحر الأحمر إحنا موسعين دائرة الاستكشاف أو الكشف عن المصادر الطاقة سواء البترول أو غيره إحنا موسعين بشكل وزارة البترول الحقيقة حققت خلال الفترة الماضية شبه معجزة على كل المستويات من حيث توفير السيولة والموارد المالية لدفع مستحقات الشريك الأجنبي وكذلك تطور الحقول الحالية وجذب السمارات الأجنبية للتنقيب لأن التنقيب مهم جداً جداً والتنقيب محتاج هدوء محتاج أمن محتاج أمان محتاج ثابت في التشريعات وده اللي عملته وزارة البترول في إطار خطة الدولة المصرية لتوفير مستلزمتنا من الطاقة خلال الفترة القادمة